اشتركوا في القناة ورحب سموه بالسيد حسين المسلم في بلده الثاني مملكة البحرين وهنأه بمناسبة حصوله على الدكتورة الفخرية من الاكاديمية الرياضية البلغرية تقديرا لدوره في تطوير الالعاب المائية في العالم مبديا سموه احتزازه بتقلد شخصية خليجية هذا المنصب الرفيع كما نوها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالدور الهام الذي يلعبه المسلم بالمجلس الولمبي الاسيوي والمساعي التي يقوم بها لتطوير الحركة الولمبية في القارة الاسيوية والعالم معربا سموه عن سعادته بالتعاون الوثيق الذي يربط اللجنة الولمبية البحرينية والمجلس الولمبي الاسيوي من خلال سلسلة البرامج والانشطة التي قام بها الطرفان ومن بينها مؤتمر تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي والذي نظمته المملكة العام الماضي وسباق المرح للترويج لدورة الالعاب الاساوية هانغتشو الفين واثنين وعشرين والذي يقيم الشهر الماضي متمنيا سموه للمسلم دوام التوفيق والنجاح اشتركوا في القناة